الف الف خير اه كالعادة معادكم في التوقيت هذي كل يوم في حديث في ما تسعى للعاسرة نحاولو نحكي وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والانشة الاقتصادية قطاع عام وقتاع خاص متربطة بعضها بشكل وباخر. والكل هتتأثر وتأثر في بعضها بشكل وباخر ايجابا وسلبا اه وله هنا نحكيه برشا كلم على الموضوع هذي اليوم باش نحكيه على مكاتب الدراسات والاكتيفيتين متاحهم ونشاط متاحهم في ادارة المشاريع وخاصة المشاريع الكبرى اليوم في بلادنا اللي عدد كبير منها اولا خلين نقول اغلبها باش ما نقولش كلها معطلة ووقفة وكل احديث ما نفهم على المسؤولين في الاخر يقولك دراسات وستعاد الدراسات ونظر في الدراسات شكون قاعد يعمل فيهم الدراسات هذو ما عليش قاعدين يتعاودوا شنية المشاكل وين اللي بيروت يتودوا توينسة من الوضعية هذي هذي ان شاء الله هل بش نكتشفوه اليوم مع ديفنا سيدا بن سلم رئيس المجمع الميهنيني ما كاتب الدراسات تابع لي منظمة العرب كونيكت صباح النور صباح الخير صباح الانوار وساما وان شاء الله عيدك مبروك وعيد مبروك الجامعة المستمعين وخصوص المستمعين اللي حبوا يعملوا دراسات واللي قاعدين يجدوا في دراسات عيدهم مبروك صباح الوردية سيدي مرحبا بك بحضينهم حيثن من اخر مرة حذرت فيها بحضينهم حقيقة برشة كتاعات اقتصادية حديهم معنا نحنين حكينا على برشة مواضيع على برشة مشاكل وبرشة نجاحات في هذي الكل كانت فهمة دايما تسأل شكون اللي قاعد يقوم بدراسات لينجاح هذي الكتاعات الاقتصادية شكون اللي قاعد يقوم بدراسات لمشاريع قاعدة تفشل اه ما هيش قاعدة تقدم وفي اغلبها القطاع الخاص خلنا نقول النظرة العامة وان القطاع الخاص قاعد يقدم المشاكل الكبيرة في اه المشاريع موجودة عند القطاع العام وليس القطاع الخاص وكي نرجع ونسأله ونسأله ونحاول ونفهم وشنين الوضاعية يقول لك المشكل الدراسة كانت اه ما هيش مطابقة الدراسة كانت غالطة الدراسة اه فت عليها الوقت ولازمها ميزة جور آآ هذيت راح بالحق سؤال خلينا نسألو شكون اللي قاعد يقوم بدراسات لمنتوما ما كاتب دراسة توينسا ولا ما كاتب دراسة اجنبية شكون اللي قاعد يقوم بالعمل هذيك كيفاش قاعدة تصير العملية فاهمونا شوية الوضعية اليوم متاعكم كما كاتب دراسات في علاقة بهالمشاريع هذي. عيشك وسامة صراحة عندك برشة اسألة في اللي بديد بها. خلينا نوضحوا ساعة المفهوم الولاني بالكل. خلينا معناها كما يقول الانجليزي خلينا نحطو القصص. بش معناها ساعة الدراسة. بش معناها مكتب دراسات. خدر ثم خلط شوية قاعد يصير هو ما بين الدراسة والاستشارة. باي? ش معناها? جيد وضح لنا نقطة مهمة هذي بش نفهمو شنية دراسة وشنية استشارة اشنية كونسولتاسيون وشنية يوتيوب. باي? افكتف مون. باي? جينغالما الدراسة اللي هي كيفاش توقع داو نحكيهو في المعنى الشامل احنا. اه. الدراسة اللي نحب نجي. جي مثلا نتيج. قولي يا هيثم راني عندي مشروع نحب نعمله. اه. مشروع كبير مثلا. ولا مختلع اي حاجة معناها من المشروع اللي تحب تقول. اه. قولي راني نحب نعمل دراسة للمشروع هذي. اش معناه? معناه من جميع الجوانب بايش المشروع هذك يرى النور. يتطبق. باي? معناه عندك دراسة اول حاجة تقنية. كنقول تقنية معناه سلة تيكني سيتي دولوبجي. اللي بش تقوم عليه المشروع هذك. دراسة تقنية. واضح. هذي الحاجة الاولانية. عندك زادك كيف دراسة من ناحية المالية. اه. هي بش تقوم. ومبعد الجوانب متاع الدراسة اللي هي على حسب طبيعة المشروع اللي انتي باش تعم به. كنقول احنا دراسة تقنية. شمعناه? اه. قولي وشكون يقوم به? يقوموا بها. خلي نقول بالمعنى لا صح. مواطن تونسي الاكتري. الاكتري. فهمني شوية. هذ شو? اخي المواطن هنا يعرف يقوم دراسة. اه. هنكملوا. خنكملوا ساعة ما في الدراسة اللي نعملوا فيها توا. خليني نعملوا الاسس نبنيوا الاسس الساعة. عافوا. بي. كنجي انا بش نعمل الدراسة متاعي كما حكينا من جانب التقنية. اه. نجيب الناس اللي هما اهل الاختصاص في التقنية هذيك. كنقول تقنية مشتوى نحكي ولا تكنولوجي. ما معناه تكنولوجي. ما معناه حكي تقول لي انتي ونحب نعمل مشروع ايكولوجي. شامني? مختصين. مختصين معناه تقنية كما نقولوا احنا في الميدان الايكولوجي هذك. بي. على حسب بعض الا كما نقولوا احنا الديبلوم منتاعهم يا يكونوا يا يكونوا مختصين في الحاجة هذيكة. يا يكونوا عندهم خبرة وقاموا بحاجات اقبل. اتس ترا. بي. هذاش معناها الدراسة. الاستشارة الاخرة. الاستشارة الان انجية تقول لي والله هي هاي ثمرة نحب نستشيرك في حاجة. بخصوص المشروع. نستشيرك بخصوص المشروع. المشروع قيمة ذيت. وقلا فكرة المشروع نحب نستشيرك فيها. اهه. فمثلا انتي توا قاعدة تخمم بيش تعمل محمية طبيعية. خلينا نخرج شوي مدومين تكنولوجي. بيش تعمل محمية طبيعية صغيرة. اللي انتي تحب تجي فيها بعض الاصناف من برا. وممكن الاصناف اذيك يا حيوانات يا نباتات ممكن ما يعيشو لكش. معنا في تونس ممكن سيرو من. قلوا انا نحب نستشيرك فيها. ايش قاولك بش نعمل حاجة كما نهك. انا مش نعطيك انسي بازو على الخبرة متاعي. الاستشارة. مانيش باش نقوم لك بدراسة تقنية فيها. مع انتها سمحني. اذا كان قاعد نفهم من عندك. الاستشارة هي معلومة عامة حول المشروع. اه تساعد ساحب المشروع في انه يعمل توجهاته الكبرى. خليني نف. الدراسة هي معطية دقيقة والتقنية في علاقة بالمشروع. افكتيف مو. واضح. هو جوز تصحيح صغير. ماش معلومة عامة. معلومة في الاختصاص هذك. في الاختصاص. اما مانا هابطوش كما اقولوا احنا للنفوو دي تاي دولا تيكني سيتي دو بخوشي. واضح. واضح. بش هدا بش نبدأ ونفرق خاطر عليش خاطر مفهوم هدايا حسب ما لمسناها احنا معناها. ثم ناس تجيت الشاكة وقولك والله مشيت حكيت انا وفلان الى اكس باخ في الدومان هذاك على اساس بش قوم لي بدراسة. اي اما هو انت مشي له على اي اساس مشي له على اساس بش عمل لك دراسة دي تايي ولا بش ععطيك تقييم استشارة بانصب ازان للخبرة متاعه. هدا معطى مهم برش. واضح. 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 عرفنا اشنا هو الفرق ما بين الدراسة والاستشارة. اهي. اهي. توه نمشيو لدوزين فولي من سؤال. اشكون اللي قاعد يقوم فيهم هدوما. اي. اجوبت عليها هنا قبيلها شوية. قلت لك اللي هما اغلبيتهم مواطنين تونسيين. كيفيش اقول اغلبيتهم. على خاطر توا اش قاعد يصير. اه. كي نحكي احنا وانت قلت. ثم القطاع العام وثم القطاع الخاص. المشاريع الكبيرة في اي بلاد في العالم. اكثر يدها قاعد يقوم بها القطاع العام. صحيح. وخصوصا البلدان كما تونس. بها. الانفرستركتور الكبيرة سوين الشبكة ما نعرفش اه الرابط بالتكنولوجيات الحديثة وغيرها كيف سنك جي وغيرها مش القطاع الخاص لوش يعملها وانما القطاع العام يمشي يعمل توجهات العامة والوزارة تخرج سياسيتها وتعمل دراسيتها وتحذر وتعمل للمواسطة الخاصة بعض بالشارك في ترابط العروض وغيره وغيره. واضح. 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 مرغم انه هو كما انتي توحكيت على حاجة الغالب. انا افت لسفري دا جنور تليكم. معنا كي قلت للا سانك جي هو للا سانك جي انفت ستون كلابوراسيون ببليك بخيفي. قاعد اتصير. عاليش على الخاطر اللي هو قاعد يجيب في الكسبرتيز اللي موجودة التقنية اللي موجودة بالحق ينقول لتقنية وقاعد يعاون في الدولة للاستشارات اللي قاعدة باش تصير لطلب العروض كيفاش قوموا بسيخ الطلب العروض اكس اترا. هذي جست تعقيب بزغير معنا. واقف واقف جيد جدا ليش جيد كيتفاهبنا حاجة كيفاكة وبحكم الخبرة متاكة واستشارة قدر. في المباشر بي? لاحظة. بي. دون قلنا احنا للمشاريع الكبيرة اللي هما اللي قاعدين يقوموا بها تقوم بها الدولة بي. كي بش قوم الدولة بال بخوجي هذي شنا مش تعمل هي جنرال مو. قبل لبخوجي بش تعملو يناقشوا المشروع هذك فكرة المشروع خلينا نحطوا اللي تاغم اللي بان تاغم في بلا يصب. يناقشوا فكرة المشروع. كي ما قلو احنا وسط الكميتي ولا الكميسون اللي قاعدة بش تعمل. قلو في انتوتيتي ببليك بصيفة عامة. دكوردو. وبعد يولي ويخرجوا. اونسي بصون عليها هي بش نعطيك التطور. التطور كيفاش قاعد يصير. بش يخرجوا لابل دوف. الكيتشاخش. با هي. لهنا ثم دو شواء. الشواء لولاني اللي انا بش نقوم بالاستعانة بخبرة مكتب استشاري استشاري. بش عاوني تالك يتشخش. با هي. واضح. بش ناخد مع انت بش نتعام مع مكتب استشاري مش مش ناخد دراسة دي تايي. لا. بش ناخد استشارة لسياغة كورنسيت شروط وضوكم اللي خاصة بليزابيل دوف. واحد. با هي. وإلا ينجم هي الكميتي بصيفة عامة عندهم من الكفاءات وهذا منشوكوش فيه. فهمني؟ بعض الاحيان للتسريع. ومشي ياخدو كي ما قلو احنا اللي ميزة جور اللي موجودين سر المرشي. كونسرلو اللي بروجي هذك. دونك ولي ناجم يعملو هما وحدهم بي. دونك عنا اتجاهين. في العموم دي ما نحكي بي. مبعد ما جي لانتتا هذيك و جيب مكتب مثلا بش عاونها في لغي داكسوند كدو كي يتشخش. مبعد بش لكي يتشخش هذك بيش يخرش على اي منظومة سرطوت كي ما نحكي و احنا في توانس على منظومة مثلا تونيبس. فهمني؟ ومبعد المكاتب الدراسات اللي هي باش تدخل وتشارك في طلب العروض هذك اللي موجود. مكاتب دراسات اللي هي المكاتب الدراسات اللي باش تكون مختصة به. نعرفوا احنا اللي المشاريع عندها احجام. ثم بعض احجام المشاريع اللي تجي اللي مش نعم ما نحن نقوله صارت تصفية متا ما كاتب دراسات من الول. مع انتا سمنا كاتب دراسات غير قادرة انها تغتخ. غير قادرة انها تغتخ. لازم ما كاتب دراسات بحجم كبير وبه واضح واضح واضح. يقول القائلة هنا ممكن تنشرحوه هذي من بعض. خنكملوا احنا في المنهجية متاعنا كيفاش قاعدة تصير. علاش على خاطر ثم نحكيو فيهم بعد اذاك. واضح. باي. يجيو مكاتب الدراسات اللي هنا. يشاركو في طلب العروض. ويعملو تكنيك. مهم. وعلى اساسة هي بش توقع معناها الاسناد المشروع هذكا ولا الكائد شغل هذكا بش يوقع اسناده الواحد من مكاتب الدراسات هذي. باي. انفو وقع اسناد المشروع هذة المكتب الدراسات بش يبدأ مكتب دراسات في تنفيذ ولا البدء ولا الشروع في دراسة المشروع. دراسة دي ما نسطروا على كلمة دراسة. مهوش تنفيذ. واضح. مهوش تنفيذ. دراسة. باي. الدراسة هذيكا فيها برشا معطيات. فهمني كما حكينا احنا اليكو سيستام اللي موجود فيه. شنه هي طبيعة المشروع اللي موجودة. اسكو مشروع اللي بش توقع فيه بنيا تحتية. اسكو مشروع نستحقو حاجات مثلا اوت كو المنظومة هي اللي موجودة فيها. آآ كما حكي تقبيل المثل اللي يجبناه مثلا علاش خديد المثل متاع محمية. بون هي المحمية تعملها الدولة ما يقوله انتي تحب تعمل ام بخوجي ايكولوجيك مثلا بطريقة هذي. كما قول لك بش تجيب اصناف متاع نباتات اصناف متاع حيوانات مثلا. مش توقع دراستهم لي تكيفهم مع المناخ اللي موجود. دونك هذي هو مكتب دراسات اللي يجي وفي اللاخر مش يعطيك ان غندو لفينال متاعو اللي هو توت ان غابوخ. دكو. اللي الغابوخ هذك موجود فيه الامور التقنية اللي انتي باش ازعك تقول هذا المشروع انا نجب نمشي فيه وإلا لا. نقف غاتي. كمل. فهمني شوي. باي. دونك مكتب الدراسة يعطيك الاسpect global دو بروجي تكنيك كما قلنا كان لازم. كان لازم. فهمني. باي. علي هنقول انا مثلا المشروع هذي عمالنا التصور عمالنا البدجي متاعه. مثلا بش تكلف لي اكس مليون دو دينا. اه. اجي مكتب دراسات يخرج لك بعض المعطيات الميدانية. وله هنزيت نقول ميدانية. عليش خاطر مكتب دراسات اللي هو لازم يعطيك المواصفات التقنية الميدانية للمشروع متاعك. مثلا نرجع للمحمية. المحمية انه لازم صاحب المشروع. اه. يعرف التوجه همتاعه هو وين ماشي. ياه. تت رحلي في اسأل اخرين طبعا. صاحب المشروع يعرف توجه همتاع وين ماشي. هنا هاو بش نجيك السؤال سهل على الاخر. صاحب المشاريع الكبرى في تونس. الدولة تونس هي. طرف روح هوا وين ماشي يا سيهايتم ولا لا. والله احنا مشوكوش في النقطة هذية. اه. لانه اليوم عدد كبير من المشاريع معطلة وكيف اسئلنا وحبينا نفهمه. قل لك فما عدد كبير من المشاريع هذا. السباب مختلفة صحيحة. لكن اغلب تم شكل فيه دراسات. دراسات ما عادش اجور. فت الوقت متاع تنفيذها. المعطية تبدلت. تغيرت. اه الدراسات ما كانش متابقة. ما نعرش فيقوا بها على شفاق على شفاقنا بها ممخر ولا ليه. انا سوالي في هذا الكل. تم حاجة قلتها قبيلي كمانتها. حسب احجام مكاتب دراسات تصند ما اه اللي بخوجها هدو ممانتها المكاتب دراسات. ما كتب دراسات تونسة قادرين يخدموا المشاريع الكوبرة اللي تعمل في بلادنا ولا ليه. قاعد مانتها اليوم قاعد فما الامكانية التقنية والصفار فير. باش نعملوا لزيتود هادو ما ولا ليه. هاو سوال مباشر ونحب اجابة مباشرة يزد عليك. باش نعطيك انا وفنقو على الاجابة هادي. باش نرجو على خاضر قلت كلمة مهمة انتي قبيلة. اه الكفاءة التونسية. اه. ولله الحمد. معناها قاعدة تخدم باختو دون المنت. يا اسوى يخدم في البلاد اللي فيها المشروع هذاك. اه. يا يخدم من تونس للبلاد اللي موجود فيها المشروع هذاك. ها باش نرجع لك عليها البوان هذي. خاضر ثم بوان تخيز اللي قلتو. قلتو اني ثم برشة دراسات وثم برشة مشاريع. مثلا موقعش انجازها. اه. دراسات متاحة فيت اجلها. اه. دراسات متاحة غير صحيح. وهذي نقطة مهمة برشة يوسة مراه. خاضر في الحلقة تولي حكيت هالك قبيلة اش حكينا احنا. حكينا على. مهم. بعد حكينا على. مهم. بعد شنا ما بشي جي. جي لفاس ديكزيكوسون دي بروجي. تنفيذ. تنفيذ. مهم. باش معناه? معناه انا جيت مكتب دراسات اعطيتك هذو هما المعطيات التقنية. مهم. باش تبدأ انت باش تنجم تنفذ المشروع متاعك انت. مهم. بعد اش تعمل اللي هنا الكوميتي اللي حكينا عليها قبيلة. الكوميتي هذي كان بعد باش تعمل طلاب عروض. مهم. بالنسبة لتنفيذ المشروع. مهم. بايه. تنفيذ المشروع اذا مش مكتب دراسات باش يقوم به. صحيح. باش تقوم به. يونو تخون تيتي. تنجم تكون شركة مقاولات تنجم تكون شركة التسالات اذا كان في القطاع التكنولوجيا متاع التسالات مع انت احنا وطبيعة المشروع وواصف. افكتيف ما بايه. اللي هو باش ينفذ لك المشروع هاداك بايه. اللي هنا شنجم يقع. خلينا نحكي بكل شفافة. شنجم يقع اللي هنا. بطبيعة باش نحكي دون لا كنتينويته دو ساسكو جيدي. مهم. فامني ما نحكيوش على معطيات اخرى. مهم. اللي هنا ينجم هو منافذ المشروع. بش نفذ المشروع متاعو سيغلو تغا. نجم تصادفو بعض. اللي كنتخانت العراقيل. وقالها حاجات اللي هي متوجدتش مثلا في الدراسة اللي موجودة. مثلا هاتي ادخذ اكزامبل. قول واحنا جاي بشحفر مثلا الحاجة دي ما احنا عند علاقة بالمشاريع دي ما لفخة سكتيوغ والبنية التحتية والمقاولات. فامني جاي مثلا بشحفر على عمق خمسين متر ومثلا باش يلقن بعد ثم نبدو موجودة. فامني ولا بش يلقى احجر موجود اللي هو لفغاج اللي بش يعملو بش ينجم يقد مثلا لبازم تاعو. مينجم شحفر. يقول لك لا والاي على حسب الدراسة اللي قدمتوها اللي انا اعطيتكم. مثلا اللي لابل دوف خمتاعي راهي ميش قاعد اتقابل في بعض هالي هنا. فامني? نوك اللي هنا بش يرجع للتحكيم. فام كيفية? اسكوا صحيح الغلطة وقعت من مكتب دراسات وقال لا السهو وقال لا الامكانية تمتاحها داك عليش بش نرجع لك هالنقطة اللي تم دراسات بعض الاحيان ميش بش تكون منجزة. ولهنة شكومش يتحمل المسئولية من مفروض يتحمل مكتب دراسات. عليش? على خاطر اللي دواء افواخ تو لازوتي اللي هو باش ينجم اقوم به بك الدراسة دي كمتاع خاطر ثمان دازوتي بخيدكتيف. وثمان دازوتي اللي هما اه على عين المكان ينجم عن بهم. شمعنه? او مش قولك انا مثلا على عمق خمسين مترو. نجم مش نعرف انا الطبقة الجيولوجية اللي موجودة غادي. اما افيك لازوتي بخيدكتيف اللي موجودين عندي راهو المثلا كما احكينا قبل الاحجر وقال الماء راهو موجود ان نيفو دو سوسونة ولا كتخفان متر. بعد كيش يقوم فيه المنفذ مشروع يلقى كارونة ولا سنكونة متر. اتي تخذ اكزمبل. فهمني خدر هم مش بش يعملوا انفوغاج دو سنكونة متر. فهمني. لانهن بشتوق ايجي الحنكة متاع صاحب المشروع. وحنكة مكتب الدراسة. وحنكة المنفذ. اللي الهن اللي ممكن بعض الاحيان تنجم تلقى حاجات اللي هما مهمش غير مشارر ليهم صراحة في الدراسة اللي هي موجودة. واللي منها توا نرجع لهنين بارت مسؤالك. اللي منها انه بعض الدراسات ما يتمش تنفيذها. واللي هذي شي يقع عليها انام باكت. انام باكت على الكوست متاعك على قيمة المشروع. مثلا ثم قيمة تتحملها المشروع خد نعرف المشاريع الكل اللي باش تجي. عندها ان سختان مارش. مثلا دي سنك دي پورسان اللي هي. ستون مارش اللي باش كي يجيبه بعض العراقيل هذي يعملوه. صحيح. واضح ولا? به. لهنينه مكتب الدراسات لازم يكون عنده كي ما حكي تقبيلا الحنكة والدراية اللازمة. وزادة كي ما قولو احنا ان باي با تو تفوار ايو سكتو في حاجات بالكومبليكسيتي اللي موجودة هذي. به. به. لهنينش قولت كلمة كمبليكسيتي معنى هالمشاريع كي ما حكي تقبيلا. ثم دي تاي متاع المشاريع. معنى احجم المشاريع. وثم درجة تحقيد المشاريع. واضح ولا هيدو ما سو سون دي كمبوزانت امبختانة بالنسبة للمكتب الدراسات. به. نرجع تقول سؤالك اللي قلت لي لهنين. ثم مش بضرورة توانسة هما اللي بايش يشاركوا بها. ايه. انا نحب نسأل يعنى تقريبا المشاريع الكبيرة الكبيرة الكبيرة. في الاخر ما نلقاو شركة تونسية تشارك فليزابيل دوفر. نلقاو مكتب دراسات اسباني دي مكتب دراسات فرنسي. مكتب دراسات الماني. ياباني. وحتى امريكي معانتها جوية من القارة وما قاد يجي لها يعمل في الدراسة لنا في تونس. وبعت معانتها عمليا. عالارض الواقع نلقاو موانسين تونسة. ودي تكنيسيان تونسة. وخبراء تونسة. اه يقوموا بالدراسة ويحذروا في الدراسة ويخدموا فيها لي فائدة مكتب دراسات هذي. انا نسأل لي علش ما يشاركوش البرويتة تونسة كي هما الخبراء اللي يخدموا في الاخر عطيران تونسة. به. الهنا خالي نقسمه اللي هو سؤال هذا الدوبختي. القسم اللولاني اللي هو في الاخر بتلقة تونسة. اه. انا بذولك. علش. اه. على خاطر انتي بش تمشي لاي حاجة بشتسأل كما اقولوا احنا ماليدار. جس هما. هما اللي يعرفوا. هما اللي يعرفوا المعطيات ويعرفوا. انتي بشتاب ابسط حاجة بشتمشي بتش تسأل على حاجة بشتشري حاجة بشتمشي لبلاسة بشكم بشتسأل كما اقولوا احنا جماعة الحومة ماليدارة الليغادية كي اجماعة تعرفوشها. فالمكاتب الدراسات البرة كي بش جيبش تطبق مشاريع في اي بلاد مش كان في تونس. اه. لازم بش تستنجد وتتعاون مع كفاءات تونسية. كي نحكيوها لتونس. باي. هذا المعطى الولاني. المعطى الثانية عليش مكاتب الدراسات اجنبية يجيو باي. الهنا عنا حاجتين. الحاجة الولانية يقولوا احنا خاطر المكاتب هذية عندها وهذي كلمة مهمة برشاء غيفغانس من. ولا اون غيفغانس. باي. باي. لغيفغانس هذية بعض الاحيان ما تلقاهيش في مكتب دراسات تونسي. علش? باي. انا عندي سؤيل علش? اخي مش فما ملول استشارة اه تسير لسياغة كرس شروط ولا لا? هكا ولا? المفروض. كرس اه على اساس كرس شروط. هذي كتب منت هول كرس شروط وشروط اللي نجي فيه هي اللي تصفي. اسكو نجموا ما كتب دراسات باي حاجة مساعة ما كتب دراسات البشيري. كويسكم ما كتب دراسات تونسية. احنا نعرفوش عندنا فالسوق انتان. ونعرفوه الالالالروفرانس انتاع ما كتب دراسات تونسية. ونعرفوه هونوا مهو ما قادرين يعملو هذي. علش كرسات الشرط يجي بشكل خلنا نقوله اه انتقائي بشكل ما لقيتش الكلمة بالعربية معنى بشكل يقسي. يقسي مكاتب دراسات تونسيو ويمكن ويسهل ما كاتب دراسات لجنة بيانا هي اللي تقوم بدراسات المشاريع هذي. بيه خلينا احنا ناخدوا آآ نية سليمة في هذي. عبي. ناخدوا نية سليمة بيه. احنا شو نقوله نقوله انه ثم بعض المشاريع. اه. اللي هي مكاتب دراسات تونسية. قبل. قبل. اه. ما هيش قاعدة ناجم تنفذ فيها. عالش قلت كلمة قبل الخطر توا. اه. نشوف المكاتب الدراسات والمكاتب التنفيذ والشركات التنفيذ التونسية. يعني ما شاء الله. وخصوصا قاعدين دخلين بالكداي في الاسواق الافريقية. ومنهم مشاريع كبيرة في الاسواق الافريقية. قاعدين يقوموا بها شركات وكفاءات تونسية. بايش. معناها الهنا. معناها الهنا. قاعدين نحكي وعلا انه. نحكينا في قبيلة. الكمبليكسيتي. دو بروجي. اني با فريمان. اني با فريمان. انا بساكل. با فريمان. درجة تعقيد المشروع. ما هيش عائق قدام مكاتب دراسات تونسية. ولو. ولو يا اسامة. ولو كانت عائق. شناجم يصير لهنا. يناجم يصير ان كونسورتيون. مجمع. اللي هو يقدم على المشروع هذاك. مجمع مكاتب دراسات. مجمع مكاتب دراسات. مجمع مكاتب دراسات. هذي. مهم. اللي ثم. شكون بش يدخل افيك. مهم. ووقعت اللي هنا في تونس قداش المرة في مشاريع كبيرة تابعة دولة. مهم. ثم دخلوا. وقاعدين مثلا يعملوا في دراسات ولا نفذوا اه مشاريع في تونس. مهم. اللي ثم جهات اللي هي داخلة بالغافي غنصمون. وبالكسبرتيز متاحهم. وجهات ومكاتب تونسية اللي هي الداخلة بالدراسة ولا بالتنفيذ متاع المشروع يا ذاك. واضح. بي. هذيش قاعدة يعمل للهني انا خلنا كيما حكينا البنية السريمة نشوفها دو بان كوته. مهم. مهم مو عملوش مزاجور عاد وقتها بنية سليمة هم مو عملوش مزاجور ما فيه مملوش مزاجور ما ينتسيت متاح وما فيه بالهمش اللي ما كاتب الدراسات التونسية راهي تورط وراهي اليوم تخدم في مشاريع عالمية كبيرة في دول قاعدة تتبناء وفي دول كبيرة في العالم اللي عندها مكاتب دراسات كبيرة في العالم. ثم مشاريع. ان شاء الله بيانتوا بالعالم كل بشي يحكي لها قاعدة تقوم بها اللي تودوا متاحة عن فهم مكاتب دراسات تونسية لهنا. وانا وقالك زادة حاجو اخرى يا وسامع نعرف قداش مكتب دراسات موجودين في تونس اللي هنا. منتصبين لحسابهم الخاص. مهم. ومنتصبين كشركات مصدرة كليا قاعدين يقوموا بدراسات المكاتب ودراسات المشاريع البر. منهم لسبيل الذكر. لا لسبيل الحصر. مهم. كما نعرف احنا توثمين تكنولوجي دي. اللي هي قاعدة اللي هي انتخان دي سوبخوباجية بالكداء في اللغة. داكوردو. اكثرية المشاريع هذية شادينا تونسة. ونعرف شكون. اي كان يخدم اي كان يخدم في اوروبا. مهم. ارجع لتونس. مهم. حل ما كاتب دراسات. بحلقات وغاديكة. قاعد يوظف في مهانسين وتقنيين تونسة. قاعدين يعملوا في دي زي توت. على اساس بشا عملوا اللي تخاجك تواغ والحفران. امتاع جيني سيفيل. مهم. امتاع الفيبروبتيك. في بلد اوروبي. كلها تونسية. والمصادقة متاحها تقوم من قبل الحريف اللي موجود في البلد هذك. اللي هو مكتب مية في المية تونسي. مية في المية كفاءة تونسية. هو قاعد يقوم بها غادي. والدولة التونسية لبروجية دوم اللي شكونت عطاها. بيه. الضحكة تعبر على كل شي. مواضح. فاصل قصير موجز الاخبار وشان رجع نوصل معك الحديث. لانو حقيقتان الوضعية اه اه نعرف اللي تاخد فيها من الجانب من نية طيبة متاحهم. لكن الوضعية حقيقتان تطرح نقاط استفهيم كبيرة. نقاط استفهيم جدية وكبيرة برشا حول وضعية اه ولا طريق التعامل الدولة مع ما كاتب دراسات التونسية اليوم راهو مطلوب. وانو نمنحو ما كاتب دراسات تونسية. هالا آآ الرفيرانسمن هذي. هاللي ريفيرانس. اللي متنجم تخذهم كان كيتخدم مشاريع في بلادك. رو ما تنجمش تمشي لدولة اخرى. وتشارك في ديزابيل دوفر. يقول لك اش عملت في بلادك تيام. انت جيتني من تونس بتشارك عندي. اش عملت في بلادك. عليش اللي جيونها من اوروبا ومن امريكا ومن دوق من غيرها من الدول اللي يبدأوا عندهم دي ريفيرانسي بلاده. واحنا لليوم مش كلتها ريفيرانسي هذي لمكتب دراسات. ما تحلتش. ما نعرش هاو هاي ثم اخذها من اه من نية طيبة. انا نقول لكم فما مشكرة. ولازمنا نعمل مزاجور العقلية متاعنا في تعاملنا مع كفاءتنا التوينسة. اللي لما وعد معاكم في حديث في البزنس. نرجعو نحكيو على وضع ما كتب دراسات وعلاقتها اليوم بالمشاريع الكبيرة. مش نرجع لك سيهاي ثم النقطة كنا نحكيو فيها قبل ونخرجوا في فاصل. مسألة الريفيرانس ما? اليوم. انتم ما كتب دراسات تونسية. قاعدين تاخذوا فيها تعمل في دي ريفيرانس متاعكم في تونس ولا لي? فما الامكانية سيلة صعيبة ولا لي? لانو اللي الناس سمعوه هو انو الريفيرانس بتاعكم تعمل فيهم في الخارج مش في تونس. نرجع لنية سليمة زادة. نرجع لنية سليمة نقول اللي اه ثم مكاتب قاعدة تحاول ومعناها كما نقوله احنا بالحق بعظيمة كبيرة قاعدة تحاول تاخذ مشاريع هذية وقاعدة تحاول تنفذ فيها. برغم نقوله احنا شوية بقلة امكانياتها وقلة حيلتها. ما قاعدين يخد ممليح به. لهنان حب نرجع النقطة صراحة حاوتنا بعد عليها شوي'm . ثم نقطة مفصلية ومحورية شوي. اللي أنا الخادر بالحق حاضرها نقطة نقطة مفصلية مااناها وسيعان بخطون اللي احنا نحكي عليها شويه. اللي هي كما نقوله نحب نحبش نوصف ها بالكلمة هذية ما نقوله احنا نقطة الثيقة. خلننقولها ننقطة ثيقة. ما نحبش نقول ازمة ثيقة. نقوله نقطة ثيقة. وننقطة ثيقة به. ونقطة ثيقة هاذه يروفش على تاركمات زادة. كما اي ميدان موجود لازم اشتلقى فيه دخلاء كما اي ميدان اللي انت اه فما دخلاء في اللي بيروديتود؟ ينسير دي ما موجود سمحني رايد المنتهى سيرفيس لتقدموه الخدمة لتقدموه التقنية بالاسئلة لازم يكون متكون عندك الفريق اللازم عندك المعدات ما انت ما هيش لعبة منعرش كيفش فما دخلاء فيه مع عمري ما تصورت ان يكون دخلاء في اللي بيروديتود؟ موجودين وحتى اللي دخلاء اللي موجودين معناها حتى ينجم واحد يكون عنده وقلت انت كلمة باهي قبيلة ممكن فريقه اللي هو يزاد يكون دخيل نجم فريقه وهو اللي قاعد يقوم معناها بالدراسة هذيك الميدانية والنظرية فهمني والله اللي هو انبا فريمو اصيد اكس بارتيز ما اعطيني انا بركة خلينا ناخد مخشي خلينا نحكي بلغة المرشي كما قول اعطيني بركة نفك المرشي فهمني نحب ناخد المرشي هذيك والله يعمى المرشي في اكس منطن باهي هذيك بعلقة تيبو موري نجم ان ياخذوا المرشي هذيك ما لغزمو هذيك اش يقع عليه يقع عليه لمباكتو يعطي صورة غير ايجابية على القطاع متاعنا على القطاع ما كده بدير راسات فتولي الحيطة اكثر من انا كي نبدأ نخدم معاك أنا مش نسلك مش نقولك كما هي ازمة ثقة موجودة مع القطاع الخاص ام مع القطاع العام خلينا نفهم اكتح خلينا نقولك موجودة في السوق موجودة في السوق عاودة ربينا ما حبشي جيوب على السؤال موجودة مع القطاع العام ولا مع القطاع الخاص؟ السوق شكون موجود فيه القطاع العام والقطاع الخاص؟ موجودة مع القطاع العام والقطاع الخاص؟ أكثر مع القطاع العام ولا مع القطاع الخاص؟ مع الزوز مع الزوز موجودين مع الزوز عليش على الخاطر شوف هم الزوز القطاعات كيف كيف عندهم الحيد خاطر في الأخر هو بشيصر في فلوسه القطاع العام يقول لك هذا المال العام وأنا معناها حامي المال العام علي فأي فرانك لازمني نصرفه لازم يكون في بلاستر كما نجيب دافعي ذراب وليزم تلحظة في بلاستها والقطاع الخاص يقول لك هذوكم فلوس ممولين وفلوس مستثمرين اللي أنا لازمني نحطهم في بلاستهم ونجيب العباد اللي يتمكنني اللي أنا باش نحطهم في بلاستهم هذاك علش الخوف والحيطة كما نقول لك جايين من القطاعين العام والخاص وعندهم الحق في هذي الكل فهمني الهنا نرجع دي منقول إنه كما حكينا المرة اللي فاتت اللي لازم ثم تنظيم للقطاع وثما دي باريار دانتري للقطاع هذو كما نقول لك احنا دي باريار دانتري سيبور منيميزي لريسك داوار لزنترو دان الميتي صعيب بارتا باش نعملو هالخنا نقولو هاللي باريار دانتري للقطاع هذوما هل العملية مهيش صعيبات ناجم ما نعرش هنا هيك اللي الدولة بالتنسيق مع مثال مع الغروب ما ومعها كما تعرف مثال انه هما كتب الدراسات اللي والشروط التقنية اللي هزمة والشروط اللي هزمة لدخول ما كتب دراسات لليزابيل دوفر ومشاركة فيها صعيب بارتا باش يعنوا يتعاملوا لباريار دانتري يضموا باش نظموا صعيبه صعيبه العملية لتنظيم النشرات في القطاع هذي وابعاد الدخالات وتنظيم القطاع بشكل وانه ناس هنجدوا الثقة من جديد نحيه الازمة نتاع الثقة هذي ونعطيه للمؤسسة التونسية والمكاتب الدراسات التونسية القدرة لانها خلني نقول تجنح والطير وتخدم لانه اليوم حكينا قبيلة وعطينا مثل ثم مكاتب الدراسات التونسية تخدم في مشاريع كبيرة في العالم في تونس لهنا مع حرافاء جانب ثم قلت لي ثم مكاتب مية بالمية مصدرة للخدمات امتاحها معانتها وتخدم في دول الاوروبية وتنفس في كبرى مكاتب دراسات في اوروبا هي صعبة برشة العملية معانتها ما نعرش بابش نزيدك مثال اخر ومش نجيبك على ثلاثة اسألة المثال اللي نجيبوه كيف كيف الحاجات الايجابية اللي قاعدين نقوم وهي مكاتب دراسات ثم مشروع كبير في الخليج هو مشروع سمعت به المكاتب الدراسات اللي قاعدة تقوم بالبغطية التكنولوجيك مكتب دراسي مش بعيد علينا من هنا اه بحثين اقريب الاكسبرسافة من هنا مكتب دراسي معانتها يقوم بدراسة الواحد من اكبر المشاريع في الخليج وفي العالم بلوتو ومش في الخليج نعم 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 نجيبوك على ثلاثة اسألة متاعك السؤال اللي قاعديني دجا حكينا عليه اللي تهي من عندك انت اللي قلت اللي غيفغانسما سي برمي الميكانيزم دو بغيغ دانخيل اللي حكينا عليهم مقبيل متبقى لازم تكون بأمور عقلانية واتبقى اللي لازم تكون ثم دي فلكسيبليتي دو غيفغانسما بايه عليش هالخاطر يتنجمو تاو خصوصا في العصر متاعنا الحالي في وقتنا تاو مش كي مقبل تاو التطور متاع المعرفة وتطور متاع التكنولوجيا وتطور متاع اللي حكينا سريع جدا معناها قبل كي نحكي انا على غيفغانسما لازم تقوم لي بخمسة مشاريع موجودين اللي ممكن بيرودة صغير جديد جايك اللي هنا بكافاءة تونسية صغيرة وشابة ومخة مازال متفتح ومازال محلول ينجم يقوم بيه بأحسن المكتب قام لك بعشرة مرات المشروع كي من هذك واضح ولا؟ هذي اللي احنا قاعدين ديما نطالبو بيه وديما ناديو بيه بأنه كي ما قلنا اللي برير كي بشي تحطو مي تحطو ديون منيخ فليكسيبل واضح؟ هذي حاجة مهمة برشة ونقطة مهمة برشة وديما نطالبو بيه خصوصا مع الدولة بخصوص طلب العروض اللي قاعدين يقوموا بيه راهو كي ما احنا قولوا راهو ثم حاجات تعجزية تقول لي انتي لازم يخدم خمسة سنين وعشرة سنين وعشرين أفغير في غاسمون مننا وثلاثة ألف غاسمون مننا وثلاثة أفغير في غاسمون مننا وثلاثة أفغير في غاية غاسمون منو نجمش يجيبهم نرجع ما اقول لكي يسمي يمشي بنية ساليمة صحيح على خاطر وقعت تجاوزات قبل ووقعت حاجات تبنا معزاا ما نقعدش نحن بسياسة عقاب الناس الكل سمحن يغلط واحد دبخا الناس تخلص هذي اللي قاعدين نشوفو فيه للأسف شديد في السوق التونسي هذا الأسف اللي قاعدين نجيب فيه. نرجع لك توا للأثير بارتي ديتا كيستيون انه الكفاءات التونسية راه قادرة انها مش قادرة هي ديجا قادة نفس في الكفاءات العالمية. كما حكينا قبيلة بشي تجيب مكتب دراسات عالمي راه بشي يدور 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 يلوج وبشي يلقى لك كفاءات محلية بشي تخدم معاه في البروجيت. ما نقول انا بشي تخدم مع معناها كفاءات تونسية بشي يخدم على الخطر هو يعرف السوق اكثر منه يعرف المرشي اكثر منه يعرف البلاسة اكثر منه. ومبعد هو الشي يعمل يقول يدخل كليزنبوت هذوك من يجينه من الكفاءات التونسية دخله في المولينات الكبيرة متاعه. والهنين نجي وقول لك بعض الاحيان الدولة وقال القطاع الخاص يستنجد مكاتب دراسات عالمية. ليش؟ سيبور لستانداريزاتيون دو لغ بروسس ولا لغ ستانداريزاتيون فكالتقنية اللي انا نحب نعمل في هالمشروع متاعي. اللي الهنين صراحة معناها خلينا نجي وعنا نقولوا الحاجات كما هي. اللي عنا نقص صغير في تونس اللي احنا دابليكاسون دي بروسس. دي ميكانيزم دوستانداريزاتيون. الحاجة البيهية اللي قاعدين تاو برشة مكاتب نقولوا احنا متاع فورماشن قاعدين يشاجعوا وفك. اللي بايه ت Nathanبكاتب揩ن. egalي قاعدين اعملوا في دي формazione. ثم نس mineخارطة في المنظوم هدي. اللي ما يحبو يطلو نشترك البيه وتانداريزاتيون. الحاجة الوخرة اللي قاعدة ما هو جوادم فهها نشغو دي ميع googantwortobyl. اللي هون ماذا ده كيف كيف. قاعدين يعملوا في ميزة نيوو دي مخيه. مع تتلزمات ويطالح لتجاعدة مهامين دعونا نفهم هذا لنهان تقريباً المشاريع الكبرى في بلادنا ميزانيات كبيرة امام مشاريع ميزانيات تستحق ميزانية الدولة الكول دعونا نقول نسألنا بمشاريع هذا ونحبوهم يتنافضوا في بلادنا في لأخير المشاريات هذه قاعدين لقاولها في تمويل من خارج جونس من دول من منظمات من آآ آآ ديفان مع انتقال دين يجيوا من الخارج. برشة آآآ اسألها حول النقطة هذية وانه اليوم آآ هالممولين هذوما لبايير دوفان هما اللي حطوا الشروط متاع آآ آآ بالنسبة للمكتب دراسيت للمشاريع هذوم. بشكل وانه تلقى في الاخره يستحيل على مكتب دراسيتون سوانه يشارك في في الابيل دوفر هذيك وانه ينجم يعمل اللي تويتو متاع البروجيه هذيك. صحيح هذية هاي تمونا. باي عنا مثال تونسي به برشة. شيقول. يقول الماء اللي ماشي للزيتونة. اللي ماشي للسدر زيتونة اولا بي. باي. معناه هو الان باي يخضي فان صحيح باي يجيك. يحب معناها يتعاون مع الجهات المعنية. باي ينافضوا يقوم بالمشاريع هذيك. ليسببا اولي اخر باي. ما تبقى ما نحبش نقول انا باي يفرض ماء كي ما حكينا مثلا باي يوجه. باي يوجه صحيح باي يوجه انه ثم اولاد بلادو. مهم. فامني اولا. الاولاوية انهم هما اللي عملوا الدراسات هذوكم مش توين سيعاملوهم. خلي احنا نخلوها بالمعنى الكبير. مهم. الدراسات التنفيذ اللي هو. فامني اولا اللي باي يقوموا بهم. معناها تقول لي. ها بشو نجابك المثال. تقول لي مفهماش قطوس يستدر ربي. خلينا في المعنى خير. معتا هو يعطيك الفون من هنا بشي يخدم مؤسساته من هنا. سبب في عملية كافيد ولا الدراسات. نرجع نقول لي يوساما ديما ديما النية سليمة. فهمني. وهو. وهو معناها كيف حاجة نقوله. اه. نحبش نقول حق والمكتسب. اما هذيك هاو المايندسيت اللي احنا ماشيين بيه. معناها العقلية اللي موجودة. لازم بطبيعك. انا بش نعاونك في حاجة. ثم حاجة اخرى وراها اللي هي باشي تجي. فهمني. ونرجع نقول لي لي. خلينا نخذوها ديما بالمنظور وايجاب. ونحبو الصوتو نهار ثلاث عيد. خلينا ديما نكونوا ايجابي. فهمني. قال لي المنظور الايجابي انه. بشي يقع مثلا. كولا بوغاسيون. مع الجهات اللي باشي تجي تعمل الدراسات من بره. مع جهات تونسية. نقولوا احنا تلاقو خبرات. ونزيد ونتعلموا احنا. ونزيد ونستفادوا من الخبرات هذا ما خد نرجع ونقوله انه. كمية المشاريع اللي تقام في تونس. ولا كمية الدراسات اللي موجودة. على مستوى الحجم. على مستوى التعقيد. راهوا مهيش كم المشاريع موجودة لبرا. اسهل ولا اصعب في تونس. شوف. ما نرش مشا مقول لا اسهل ولا اصعب. بان خدر كل مشاريع عنده حقيقته. اما نحكي انا على. الكوانتة بروسات اللي موجودين في تونس. ماكش بتلقاه كم الموجودين في اللغوبة ولا في لامريك ولا في لازي. ولا حتى في لفري. كثر في تونس. في تونس اقل. اقل من اموم. اقل. فهمني. به. هنا مثلا مش ناخذو حاجة اذا كنت قولي اقل المارشيه اصغر في تونس معروف معروف راه المارشيه تونيزيان مارشيه تونيزيان المارشيه هذي قادر يستعوب المكاتب دراسيه اللي موجودة الكل في تونس هذك عليش قولنا تاول المكاتب دراسيه قاعدة ماشي قاعدة ماشي في غالكسبوخ عليش على خاطر معناها المشاريع اللي موجودة عندك حاجتي ينسى ويعانيوا منهم مكاتب دراسيه ولي نشوفهم يجيون حتى احنا للكونفيدراليه اللي هوم ثمه مكاتب دراسيه قاعدة تنفذلك في دراسه تعمل مشروع اللي من بنود العقد اللي موجود ما نكمل نخلصك ولا نعنطيك فلوسك إلا ما نبدأ في مرحلة التنفيذ وانا نكمل مرحلة التنفيذ باش نتأكد لاندي دراستك ذات جدوى وإلا لا ثم مشاريع ونعرفه مشاريع في تونس تعطي البرش وثم مشاريع تمشي وتقف لسبب او لاخر لحد لا نهاية له نجم توقع تستنى حياتك كل عادي جدا نجم توقع تستنى وانتي شتواني هذا 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 قانونا ممكن خلال العقد من نجموش نحطو في حاجات بشكل ما نقوله قانونا وانو اه اذا تعطيل منين جيه ولا روتار منين جيه ووقتها شكون نتحمسوا ليه سامحني اذا كان انا مكتب دراسيه تناتيك دراسة مستوفية لكل الشروط التقنية الليازمة والشروط المالية الليازموا وغيروا وغيروا سامحني انتي تتعطي ليه سبب اخرى ماتها انا اجدخني ماتها ما كتب دراسة ما نخلصش ماتها في الاخر قدمت لك الخدمة اللي انتي طلبها مني ما هو قلنا احنا مربوطة بالتنفيذ راهو اكثرية الدراسات اللي موجودة ايه انا مانيش وسؤولة على التنفيذ سامح ما هو انت كيبش تعطيني دراسة ما انا بش ننفذها مبعد ما انا قيش كنفوغم للدراسة اللي موجودة واذا كنفوغم ورها واضحة ما نيش انس بب في التعطيل كمكتب دراسة انت يا سيدي الفلوس اللي عندك في بلس تصرفهم في الدراسة مجي استرفتهم في حاجة اخرى ووقفت البروجيه هذيك على ايه ايه اما نبقى انا واقف ما نخلص لان انتي دعاود تارشا تخدمها ايه انا اللي حكيت لك التخاند بيجيتر اللي اللي هنا مثلا واكثر المشاريع والدراسات اللي قادها موجودة في تونس اللي قعد يعاطل فيها ايه مثل كنتخاند بيجيتر الفلوس هيا لتعطل دراسات هذيك به نبيله كي بدينا نحكي لك اول ملوع على الروسر وقالت لك انه الكوميته هذية باش تجيب مكتب مثلا تع استيشارات باش اقومالها بكيب صياغة طلب العروض ثم جانب اخر قولك ونحكي فيه قبيلة الجانب هذا اللي هو مهم برشة اللي هو جانب الميزانية تقدير الميزانية باهي نعرفه احنا ما كتب دراسية هول يقوم بتقدير الميزانية شوف لأ من الاول يقوم بيه صاحب المشروع باهي نعطيك انا اكزامبل مبسط بشتفهمني جي مثلا انا نقول مكتب دراسية متاع هندسة معمارية جيني وساما تقولي هاي تمراينا نحب نبني دار اول حاجة بنسئل هالك قدش بيجيمتاك بشتبني دار قدش سبيخ في اسيمتاع دارك اللي موجودة شنينة تيوخ دي تغاك 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 نسئلك اسألة بخيلي مينار باش انا نرجم نعرف كيفاش باش نقوم بالدراسة هديك اللي موجودة عندي باش كما بشتقولي عندي اكس كما عندي اكس فوا ديس بطبيع الدراسيات والمعايير باش تختلف على ميتين متر مربع عن دراسة متين مليون ولا على ميتين متر مربع عندي مثيل ما نرشين خمسين الف دينار حسب المعطيات هذو ما انتي تقوم بالدراسة باش يكون الفضاء هذيك ولا هني اش يصير يصير ثم دراسات اللي هي مرتبطة بعوام الوقت اش معنى جيني انتي توا في جوان الفين واربع عشرين نقوم لك انا بدراسة كما لك الدراسة في اخر جوان الفين واربع عشرين بالمعطيات اللي موجودة هي معطيات جيو بوليتيك معطيات موناخية معطيات اللي هو حد جيو بوليتيك لازم كونت كونت فهمو فيه باش تعمل لا منا جموش نكون نفهمو فيه مي سيت اون اترى كونتخانت كيف كيف فهمني ش معنى معنى سيت اون كونتخانت متاع كما حكينا تاوة كونتخانت بوجيتار داكوردو مثلا انا نقوم بالدراسة ما نعرش باش نعمل متاح نتعقابح انا قمت بالدراسة ذيقبل الحرب الروسية لك لانهي على اساس فهم انتال مانتها كونتتاي اللي قاعدة تجيو تتخدم وغيرو مانتها باش نخدم على ذواء هذي فجأة صارت الحرب اوقف وقفة تصدير القمح من روسيا ومن اوكرانيا اللي هم اكبر مصدرين في العالم السوم القمحة تلاع تبدلت المعطيات داك اه الدراسة تولي لازم هتتحيين وميزاجور وقت كونتش نعمل انا عرفش هنا ماتحنا فيها عربعة مطاحن باش نولي لأ لازمني نعمل كينزوز باش نجم نبدأ البروجيام تاع ومن نجم نعمل كينك يدرج على سوي متاح وغيرو مانتها نحب نفهم هذي هذي الفكرة اللي تحب تقول هنا هذي من الافكار اللي نحب نقولها مثلا اه تاو كما حكيت انت على المطاحن اللي موجودة باي السوق التونسي ولا الفلاحة التونسية مياش قاعدة توفرلك انت في المخزون وقلا في الانتاج اللي انت تنجم تعمل بيه المطاحنات مياش عملت انت تلفتت للأسوق العالمي به عالش السوق التونسية نرجع كما حكينا قبيلة العوامل المناخية مثلا نقبل كان عنا مثلا قداش من مئة الف طرناطة متاع قمح اللي ننجوها تاو ولا مليون في مني ولا تاو تاو قلب قلت التساقطاتي في كتبه وعبادو اللي تتبيع فرضيها ولا تتغير في طبيعة الزراعة متاحه هاي مشينا للأسواق العالمية كمشينا للأسواق العالمية اللي هنا صارت هالما العوامل الجيو بوليتيك اللي هي كما حكيت الحرب الروسية الأوكرانية اللي طيحت في المنتوج اللي زاد في السعر في طلب معنى في طلب على القمح في الأسواق العالمية هذي واضح وليه وكذي زادة كيف كيف اللي هو عنده an impact من ال impact هذيك بشي جي an impact regressive علیش على الخاطر انت المشروع متاعك مش تكلفلك مثلا قوله احنا مئة مليار ولو يتكلفلك 50 مليار برك واضح ولا? احنا نحكيه في حاجات اللي عندها an impact negative على المشروع اللي هو ما هوش باشي نجم يقوم لك واضح به نرجع الى هنا على حكاية مكاتب الدراسات. الاكزامل اللي كما نحكينا فيه قبيلة قلنا على اساس عطيت كانت دراسة في اخر الفين واربعة واشرين. خليها باهي الاكزامل اللي اخذيت. على هذا ما بناء الصوامة والمطاحن متاع القمح. خليت وانا على الجنب وقعت انا نشوف كيفاش الاسواق يتحركوا كيفاش بش نعملوا بش نزيد في صوم الخبز موش بش نزيد اتساتي غا اتساتي غا. العوامل هذية الكل اللي اخذيت منه ثلاثة اربعة سنة اخرين. ارجعنا بعد. اه والله ثم دراسة قمنا بها والاسواق رجعت اولي بس والامور رجعت بالكديل. هيا خلي نخرجوا كالدراسة هذيك بش نفذوها. نجيب بش نفذوها الدراسة. تنفيذ ومصارش تحيين للدراسة. ثم التنفيذ على دراسة عندها اربع سنوات مثلا. على معافية تتغيرت لا سعارة تغيرت وتقنيات تتغيرت. شنو اللي انا نعمل هنا. اه لا والله كالدراسة هذيك مهيش صحيحة. لا دراسة هذيك صحيحة في وقتها. اما ثم دراسات اللي هي تتغير حتى انت تخليها ستة شهور وعام. راهو لازم كتعملها ميزاجور كالدراسة هذيك اللي قمت به. هذي قاعد يصير. اه. لانه اللي نعرفو. خليني نختم. وصلنا نيات. موعدنا نختم بتانيات هذي. هذي مش قاعد يصير. مالورزمو. هذي مش قاعد. لانه اليوم حقيقة انه مع انت كيف اه نقربه لما كتب دراسات التونسية ونشوفه بالحق الكفاءة اللي موجودين. نشوفه التقنيات المعتمدة. نشوفه العمل الجبار يقوموا به. الخدمة اللي قدموا فيها لكبرى الشركات العالمية. لدول اخرى. اليوم قاعدة تتبنية في العالم. وتمثل كبرى اقتصاديات العالم. تلقى ما كتب دراسة التونس وهم اللي يخدموا الدراسات بتاع المشاريع الكبيرة هذي. تلقى بعض في تونس مشاريع كبيرة بتاع بلادنا. معاطلة ولي بارابور. خليني بش نقولها صراحة. المشاريع الكبيرة في دول اخرى. مشاريعنا في تونس ما ما متظهرش قدامها معانتها. كل دولة وحجمها كل دولة وامكانياتها معانتها. اليوم ناس تبني في مدينة جديدة في الصحرة معانتها. بشكل اخر. ناس تبني في منارشنا في اوتوروت بينزوز دولي شقل بحر. مانتها معانتها. احنا مازلنا عاكينا مشاريعنا على الاقل. المنزه استاد زويتين بورت المياها العميقة معانتها ديزوز توروت معانتها في بلادنا مشاريع هذي معانتها ماديا خليني نقولولا. حتى تقنيا ما هيش بالتعقيد اللي موجود في دول اخرى. ورغم هذي ما كتب دراسة التونس وهم اللي يخدموا في الزيتود للدول هذي. هما اللي يخدموا في الزيتود للشركات الكبيرة العالمية. في اه كبرى اقتصاديات العالمية. اليوم يبقى سؤال ونقطة استفهم كبيرة لماذا لا تراهن الدولة التونسية على مكاتب دراسات التونسية للقيام بهذه المشاريع لأنهم هما الأحق هما الأجدر في أنه يقوموا بالدراسات هذية لأنهم يعرفوا الميدان أكثر من أي مكاتب دراسات بشي جينا من الخارج وإن شاء الله يكونوا يسمع فينا المسؤولين ويتفعلوا مع هذية إن شاء الله ييتفعلوا مع هذية بشكل وأنه تكون فما حاجة تشريعية قانونية تنظم العملية هذية لأكيد ما تنجم تكون كن بالتشاور مع المهنيين في هالقطاع هذي شكرا حاجة حابين نختم بها نعملها هنا معك أسامر نحن في الكونفيدرية المؤسسات المواطنة المجمع المهني متاعنا قاعد يقوم باستراتيجية إن شاء الله على المستوى الوطني اللي هو تنظيم القطاعات قطاع الاستشارات وقطاع مكاتب الدراسات كما قلنا أحنا عليش بش نحميوه من الدخولة بش نخليه يخدم بليه وحتى النداء اللي انت عملته بالنسبة للمسؤولين وليه يسموه أكثر على خاطر نحبه نعملو نحبه نعملو كما قلنا أحنا على التشريعات اللي موجودة بش نخليه المكاتب هذية تخدم بأريحيتها ويكون المثاق اللي هو في كل العلاقة تعاقدية وفي كل العلاقة ما بين شخصين أو طرفين اللي هو المثاق الثقة اللي حكيت عليها قبيلة يولي زيدي تعزز تولي الكفاءات التونسية بالحق ترفع رأيه بلادها في بلادها وخارج بلادها نستنى إن شاء الله بيونتوا تفهموا حاجة بيش تخرج دونك إن شاء الله تكونوا معنا لهنا ونحكيوا إن شاء الله على هذا يا إن شاء الله لهنا في حديث في البزنس شكرا لك على حضرك معنا سيهايتان بارك الله بن سالم رئيس المجمع المهني لما كاتب دراسات تابع لي منظمة العراف كونك التحية كيف كيف كله خيانة رافقونا في الاستماع شكرا لك من السيسي لنقولكم في الامن